ومن بغداد أيضا ينضم إلينا الأكاديمي والخبير النفسي الدكتور حيدر الدهوي ومعنا الخبير الأمني والسراتيجي أحمد الشريفي أهلا وسهلا بكم أبدأ معك أستاذ أحمد ومما ذكره مرسلنا في بغداد ومما تتنقله أيضا ألسنت المواطنين في الشارع العراقي عن تشابه هذه العمليات عمليات الاختيال ومن يتحمل مسؤولية بداية إمكانية أي جهة أن تنفذها في الشارع العراقي بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن هذه الحادثة بالحقيقة رفعت بمنسوب القلق بل حتى الرعب عند العراقيين لا سيما أنها تعاد نقطة تحول من الجريمة المنظمة إلى الجريمة السياسية أي أن الدافع واضح جدا أن الدافع دافع سياسي فضلا عن الاحترافية العالية التي نفذت فيها العملية يعني إذا قارننا بين حادثة هشامي الهاشمة رحمه الله وبين هذه الحادثة نجد أن الاحترافية أعلى بكثير من باكال عليه الحال في حادثة هشامي الهاشمة أي بمعنى أن هناك تطور نوعي لأدوات تنفيذ مثل هكذا جرائم أخذت بعدا سياسيا ومسألة رفع الأظروف هي معيار جديد في معادلة إدارة رثل هكذا عمليات لأننا نتحدث عن ما يطلق عليه بالبصمة المايكروسكوبية وهذه لا تحضر إلا عند المحترف بشكل كبير جدا والمدرب تدريب عالي عبر مؤسسات البصمة المايكروسكوبية هي أنه كبصمة الإبهام في السلاح سواء كان المسدس أو البندقية هناك بصمة بحيث يمكن الاستدلال من الظرف الفارغ على نوع وطبيعة والسلاح بالتحديد يعني مثل بصمة الإبهام قد تختلف من سلاح إلى السلاح حتى وإن كان السلاح من نوع واحد فإذا إصرار الجاني على أن يحمل الأظرف هذا دليل على احترافية عالية فضلا عن استخدامه ما يطلق عليه بالديد أريا للمهاجمة والمشاغلة لتحقيق عنصر المباغة وإرباك الضحية وطريقة الإعدام التي بالحقيقة تضع الفاعل والمحرض أو الجهة التي حركت الفاعل تحت تأثير القانون الدولي لأن هذه إعدام مباشر هذه جرائم ضد الإنسانية ففي تقديري أنه احنا دخلنا في مرحلة غاية في الخطورة وأنا على يقين أن الدافع دافع سياسي لأنه كان هناك مقدمات لهذه العملية وكانت واحدة من الفاعل في الميدان هي أنفهد هل ستستمر المعطيات تشيء إلى أنه نعم المرحلة القادمة سنتحدث عن الدوافع لأنه كما ذكرت أستاذ أحمد كما ذكرت يعني الآن هناك وضع خطر هناك منصوب قلق مرتفع في الشارع العراقي سنعود إلى أنفهد شخصيا وإلى الدوافع وأنه ما يمكن أن تكون الأسباب التي أدت إلى قتلها واغتيالها بهذه الطريقة ولكن أود أن أسأل ورحب مجددا بك دكتور حيدر كيف يتفاعل اليوم الداخل العراقي والشارع العراقي وخاصة الشباب العراقي مع مثل هذه الحوادث وتكرارها حتى عند شخصيات معروفة بغض النظر عن رأي الشارع فيها أو لا تحية طيبة لجنابك وغيرك الكريم ولجميع المشاهدين الكرام بالتأكيد هناك تفاعلات أكثر قلقا في الشارع العراقي حول هذه الحادثة المؤلمة التي حدثت لأونفهد المعروفة بأسم أونفهد بالتأكيد انعكاساتها نفسية كبيرة من خلال تعليقات التي شاهدناها وحصيناها أن هناك لوم على الدولة العراقية وعلى الأجهزة الأمنية في كيف وصول ما قام بهذا الفعل إلى سيارة أونفهد بهذه الطريقة ومحاولة قتلها أنا أفرق ما بين مسألة القتل والاغتيال كما قال أخي الأستاذ أحمد أني فرق بين هذه عملية قتل وليس عملية اغتيال عملية قتل لها دوافع الكرة والمحبة والانتقام لأسباب معينة والشارع العراقي يعرف تماما اليوم هناك ما خرجت إلى وسائل التواصل الاجتماعي من فضائح كبيرة وكثيرة جدا جعلت الآخرين يرتابون وبتأكيد لها علاقات واسعة عكست بأثارها على هذه الجريمة بالتأكيد فالشارع العراقي اليوم متبرن من هذا قلق كثير من عدهم يخرجون إلى شبكات تواصل الاجتماع لكي يعبروا عن آرائهم وأفكارهم والتصورات ويخشون ربما من الانتقام الآخر منهم بالتأكيد حثثت نوع من الأرباك هذا الأرباك النفسي سيستمر طويلا وربما يؤثر على معنوياتهم ويؤدي بهم إلى حالة من حالات الأحباط فضلا عن ذلك الكثير من من هن مشهورات اليوم بدأنا يجلسنا في بيوتهن ولم يقدمنا محتوى مع الأسف الشديد أيضا إذا كان مفيدا أو غير مفيد بالتأكيد خلق لهم أيضا نوع من أنواع الرعب لذلك نقول اليوم الساحة العراقية تضج بهذه الأراء والأفكار والتصورات أنا أعتقد التي تلقي باللوم على الدولة العراقية واجهزات الأمنية أعود إليك أستاذ أحمد كنت شرت حضرتك بداية إلى تكرار هذه الحوادث الموضوع الأمني هو الموضوع الأساسي اليوم لكن إذا ما عدنا قليلا إلى الوراء وحسب ما تبعنا كان هناك أيضا نوع من الجدل حول هذه الشخصية كان هناك حكما بالسجن في السنوات الماضية لم ينفذ يعني كل هذه علامات الاستفهام كيف يمكن أن تؤثر على متابعة التحقيقات بهذه القضية بالحقيقة هناك معادلة وأنا ذكرتها في عدة تضايات أنه بعد اغتيال كندي عام 1963 كانت هناك حقيقة في مسألة متابعة التحقيق للأجهزة الأمنية تقول إذا لم تستطع أن تردع المؤسسة الأمنية ولم تستطع التكشف فمع ذلك أنها متورطة وفي تقديري في هذه الحادثة بالتحديد لأنها سبقتها عملية إدانة لضباط كبار في مسألة الإبتزاز وعدما نعود إلى مفردة الإبتزاز ونبحث عن الهدف لماذا يجري الإبتزاز؟ لو كانت الجهات التي تبتز تستهدف شخصا ثريا نقول أن الهدف هو الإبتزاز المالي ولكن حينما تستهدف شخصيات مؤثرة وفاعلة في القرار السياسي أو قيادات عسكرية رفيعة فمعنى ذلك أن هناك رغبة في الترويض وفي التجنيد أي بمعنى أنها جزء لا تجزء من لعبة قد تكون الغاية منها الوصول إلى أسرار عليا في الدولة العراقية لصيح أنها رتب متقدمة وأدينت ولم تدافع حتى المؤسسة الأمنية والعسكرية عنهم مجرد قالت أن هناك تحقيق جاري وصمتت إلى أحد هذه النقطة لم تعطي تفاصيل فعدما تصل القضية إلى ابتزاز ضباط كبار يأتمنون على أسرار الدولة فمعنى ذلك أن هناك خرقا في المؤسسة السياسية والمؤسسة الأمنية إلى درجة أن جعل كثير من الشخصيات التي هي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي لديها معلومات كثيرة ولربما واحدة من التصريحات التي وصلت إلى الإعلام وجرى تداولها قالت أن لدي معلومات أن أدلت بها ستنهار العملية السياسية وسيتعرض قادة كبار إلى القانون هذه معناها أن الأدلة والقراءة التي كانت متاحة لهذه الشخصية تدلل على أن هناك خرق وهذا الخرق في تقديري يخلق معادلة ترفع أيضا من منسوب القلق حينما تكون المؤسسة السياسية تدافع عن نفسها عبر القيام بعمليات اغتيال وبعمليات تصفية جسدية فاليوم استهدفت ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي لا نستبعد غدين أن تستهدف المعارضين وأن تستهدف قادة الرأي إدراكا منها أن المتغير قادم ونحن في الأشهر القادمة بدءا من الشهر الخامس السادس السابع سنشهد متغيرات كثيرة لا تخلو ربما لا سامح الله من هكذا عمليات تصفية لمن سيكون البديل لمعادلة تغيير ستجري ليست فقط بإرادة محلية وإنما أيضا بتدخل دولي وهذه المعادلة خطرة جدا يعني نأمل أن يكون هناك رادع لكن المفارقة الغريبة أنه في مرحلة الانتخابات نقول أن هناك تداول سلم للسلطة مضى من أن يكون التداول السلمي للسلطة هو استقلالية المؤسستين الأمنية والعسكرية وهذه المؤشرات الاستقلالية غير مستقلة وغير قادرة على إسكات عملية اختيال فما بلكم بعملية سرقة وطن أو سرقة خيار انتخابي لشعب نتفضلوا بالبقاء معنا أستاذ أحمد ودكتور حيدر سنتابع هذه المتابعة لحوارنا عن هذا الموضوع ولكن قبل المتابعة دعونا نستعرض أبرز أحداث القتل التي شهدها العراق مؤخرا وخصوصا أن عمليات قتل المؤثرين والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي كثرت في العراق خلال عامي 2023 و2024 ترجمة نانسي قنقر وأيضا مواكبة لملف الظاهرة طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعين وكان السؤال ما سبب اغتيال المؤثرة العراقية أم فهد جاءت الإجابات بعد فترة 72% اعتبروا بأن السبب سياسي وأمني و28% رأوا أن السبب اجتماعي أعود إلى ضيوفنا وأعود تحديدا إلى دكتور حيدر دكتور حيدر 28% اعتبروا بأن السبب هو اجتماعي ما رأيك بهذه النسبة؟ لأنه اجتماعي البعض كان يعتبر بأنه بسبب المحتوى الذي قدم ولكن هل يمكن فعليا الجزم بذلك من الناحية الاجتماعية والمفهوم المجتمعي؟ حاليا لا يمكن الجزم بذلك ولكن طبيعة المجتمع العراقي تدلل على أنها فعلا 28% هي مسألة اجتماعية ولكن ربما قد كما قال أخي الأستاذ أحمد أنها قد تدخل في مسألة سياسية أو قد تكون في مسألة أمنية اليوم لم تكتشف الأدلة لحد الآن حينما يلقى القبض على الجانب بالأكيد ستتبين من هي الجهة التي تقف وراءه ولكن طبيعة المجتمع العراقي تدلل عنها قثير من القضايا الاجتماعية تحدث فيها مثل هكذا عمليات قتل فرضا عن ذلك الوصول إلى هاتف الضحية المجنية عليها بالتأكيد هناك جهات ربما تريد أن تستفيد على العكس من ما يقال أنها تريد تخفي الأدلة وتخفي الحقائق ربما هذه الجهة تريد أن تستفيد من هذه المعلومات والصور والفيديوات والتي موجودة والتي قالت عنها الضحية قبل أن تنال ما وصلت إليه من القتل ربما يريدون أن يكتشفوا من الشخصيات الأخرى وقد يتسبب في أزمة سياسية فعلا وأزمة أمنية قد تود بالبلد إلى انهيارات أيضا في المنظومة الأمنية وهذا يشكل عامل خطر بالفعل هذه النسبة التي شاركت أيضا هي ليست كل المجتمع العراقي بالتأكيد ومن كان يتواصل مع هذه الاستبانة ونحن ننتظر ما زلنا النتائج من وزارة الداخلية والإجهزة الأمنية التي تكشف لنا عن حقيقة ما جرى ولكن كثير من الفنانين والفنانات لهم يعرضون مادة على السوشال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لم ينالهم هذا القتل ولكن يبدو أن هناك جملة من المشكلات والأزمات التي دفعت للوصول إلى هذه المرحلة يعني لا نستغرب أن يكون أسبابها أمنية أو سياسية أو اجتماعية أو ربما دينية ولكن كان مفترض على الدولة العراقية حينما صرحت المجمع عليها بتصريحاتها في كيشف الكثير من اللفات أن تستقدم بالتأكيد أن يأخذ منها بعض البيانات حول تصريحاتها لأن هذه التصريحات كانت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورة فكان مفروض للأجزاء الأمنيان تقطع هذا الطريق على ربما المتسللين والمنتفعين والراغبين بعملية الوصول إلى هذه المعلومات قبل الدولة فهناك تقصير واضح لدى الدولة في هذا الجانب أستاذ أحمد قبل أن ينتهي وقتنا 72% اعتبروا أن السبب سياسي وأمني وحتى دكتور حيدر وحضرتك بداية اليوم كيف يمكن أن تتطور هذه القضية في حال تكشفت مزيد من المعلومات حول الأسباب الدوافع النتائج كل ذلك نعم ما هو الضامن أن هذه الوثائق التي كانت تلوح بها ربما اتخذت إجراءاً احترازياً في إيداعها لدى طرف الثالث وهذا الطرف الثالث سيقوم بنشر هذه الفضائح وهذه الفيديوهات لأنه بالغير المنطقي هي تتعرض إلى تهديد وتبقي كل ما تمتلك من رصيد لحمايتها في الموبايل الحصرة لم تكن هناك إشراك لطرف آخر في أن تودع لديه هذه المواد التي ممكن أن تشكل فضائح وفي تقدير يجري كشف هذه الفضائح في تراتبية تسير مع آلية التغيير القادم نعم وأما المتبنى بفرضية البعد الاجتماعي فلا العائلة معترضة على سلوكها ولا العشيرة معترضة على سلوكها نعم فضلا عن احترافية التنفيذ يعني لو كانت بدافع اجتماعي كان القتل يصير قتل عشوائي وقتل ليس بهذا السلوب وبهذا الاحترافية يعني هل يعقل أنه واحد من عائلتها ومن عشرتها يجي يقتلها يرفع البصمة نعم بهذه الطريقة التي نعرف أنها فقط للمتخصصين البصمة المايكروسكوبية أنا أعتقد أنه نعم الدافع سياسي وأن المرحلة القادمة سنشهد فيها مزيد من التصعيد ولا تخلو من اسلوب التصفية السياسية لأنه بعد التصفية السياسية ذات البعد التصفية الجسدية لأننا وجدنا أنه في هذه المرحلة جرى اسلوب التصفية السياسية إقصاء قادة رأي حتى قدرتهم على التعبير تم تكميم أفواههم فإذا عجزت وسائل التصفية السياسية ربما يلجأون إلى التصفية الجسدية لإسكاة المعارضين أو إسكاة القوة البديلة التي ستشكل بديلة لهذا المنطب السياسي شكرا جزيلا لكم من بغداد الخبير الأمني والستراتيجي أحمد الشريفي وكان معنا أيضا الأكاديمي والخبير النفسي دكتور حيدر الدهوي شكرا جزيلا لكم